سؤال هل تتذكرون رضوض الفعل العنيفة التي خلفها في العالم العربي قمع الملك حسين للفلسطينيين؟ جواب نعم كان بومديا آنداك يقوم بزيارة للمغرب دامت 48 ساعة لقد كنت مقيما في ملكية خاصة لي وكان هو يقيم بأقامة شقيقي وكنا نسكن بعيدين عن بعدنا البعض ببضع كيلومترات ودات مساء وبينما كنا نتناول في هدوء طعام العشاء وكان في إمكاننا أن نلعب الشطرنج أو المونوبولي كصديقين تربط بينهما صداقة عريقة فجأة رن الهاتف وكان برقيبة على الخط وطلب منا حضور مؤتمر كان سينعقد في القاهرة لدراسة قضية أيلول الأسود وقال لي أعرف أن بومديا موجود عندكم لهذا أود أن أتحدث معه وكان جوابي اسمعوا إنه في مقر إقامته ويمكنني أن أطلب منه الاتصال بكم وبعد أن انقطع الاتصال الهاتفي قلت لبومديا ما رأيك وهنا بدأ عليه التردد لذلك قلت له إما أن نذهب إلى هناك لمؤازرة الملك حسين وسيكون ذلك منا موقفا غير عادي وإما سيطلب منا تصفية المقاومة الفلسطينية وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ومهما يقن فإننا لسنا ملزمين أن نحضر تلك القمة فلكل منا ممثلون في جامعة الدول العربية وبعد حوالي عشر دقائق من التفكير رد علي قائلا نعم بالفعل ليس لدينا ما نفعله هناك إنه قرار ربما لم يكن سيتخذه لو كان بقصر الشعب في الجزائر إضافة إلى ذلك لم تكن قضية الصحراء قد كدرت جو علاقاتنا وخلال مؤتمر قمة بالقاهرة فاه الرئيس عبد الناصر بجملة تحمل في طيها الكثير من التحذير ففي الوقت الذي أعلن فيه أن طائرة الملك حسين ستنزل بعض لحظات على أرضية المطار ونهض من مكانه ليذهب لاستقبال الملك حسين في نفس اللحظة خاطبه القدافي بقوله كيف تتجرؤون على الذهاب لاستقبال هذا الشخص فرد عليه عبد الناصر لكن هناك قواعد لياقة فرد عليه القدافي بقوله أمام جميع قادة الدول الذين كانوا مشدوهين لا إذا ذهبتم لاستقباله عليكم أن تقودوه مباشرة إلى مستشفى الأمراض العقلية وجلس عبد الناصر ووضع رأسه بين يديه وقال أعتقد أننا جميعا في حاجة إلى الذهاب إلى مستشفى الأمراض العقلية وبعد هذا بيومين وبينما كان يرافق ضيوفه إلى المطار لتوذيعهم ألمت به أزمة قلبية كانت ساعقة سؤال متى استأنفتم الاتصال بالملك حسين بعد أيلول الأسود؟ الجواب لقد كان القائد الفلسطيني أبو إياد الرجل الثاني في أحداث أيلول الأسود لذلك اعتقله الملك حسين وحكم عليه بالإعدام وتدخلت في هذه القضية لدى الملك حسين فقد اتصلت به هاتفيا منذ أن تعرفنا أنا والملك حسين وكلانا يخاطب الآخر بصيغة المفرد ويكن كل واحد منا للآخر مشاعر مودة ومحبة عميقة قلت له سأوفد إليك مبعوثا وسألني لأي غرض فأجبته سترى ولكن اسغي إليه بإمعان إنني لا يمكنني أن أطلب من الملك حسين تبرئة أبو إياد لقد كان هذا الأمر مستحيلا كما أنني لم أستعمل مع الملك حسين حججا سياسيا ولدى استقباله لمبعوثي الخاص توجه إليه المبعوث بالقول صاحب الجلالة إن ملفكم غير قابل بتاتا للطعن إن لكم الحق في شنق أبو إياد في أي لحظة بيد أن صاحب الجلالة الحسن الثاني يعتقد أن عليكم أن تبدروا إلى المشكل من زاوية أخرى لقد كان جدكم وجد جلالته رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في الصفح وهذه المبادرة تنم عن سماحة أصيلة وفرصة سانحة لتؤكدوا أنكم من سلالة رسول الله وهكذا أفرج عنه الملك حسين وشاءت الأقدار أن يلتقي مرات عديدة بعد ذلك كما كان أبو إياد يربط علاقات وطيدة ومطبوعة بالإخلاص مع مصالح المخابرات الفرنسية سؤال في عام 1970 كنتم أول رئيس دولة عربية يجتمع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي ناحوم جولدمان الذي كان مقربا من السلطات الإسرائيلية لماذا؟ جواب لأنه لم تتبادر قط إلى ذهني فكرة رفض لقاء شخص ما لمجرد كونه يهوديا ولا غروة في ذلك لأن هذا الموقف نابع بكل تأكيد من صميم التقاليد المغربية المتجدرة ومن تاريخ المغرب حيث أن يهود المغرب وعربة عاشوا على الدوام في كنف وئام تام فهم جميعهم ينتمون إلى نفس البلد وبعد أن اقترح علي هذا اللقاء قلت لا أرى مانعا في ذلك لا سيما وأنا أحب أن أتسلى بين الفينة والأخرى بالكلمات المتقاطعة إنها رياضة دهنية ممتازة سؤال ماذا تقصدون؟ جواب كنت أدرك أننا سنتبادل أفكارا ونبحث قضايا ولكننا لن نتمكن من الإلمام بالمواضيع التي سنتطرق إليها من جميع الجوانب حتى ولو اتسم لقاؤنا بالتوفيق والنجاح فهذا لن يغير على الفور من مجرى الأمور والحقيقة أنني تقابلت مع شخص وجدته متفتحا جدا وفي منتهى الرزانة والتعقل يختلف تماما عن الشخص الذي كنت أتوقع لقاءه لقد اجتمعت مع أحكم الحكماء ولو أنه لم يكن ملتحيا فآبان عن الكثير من التبصر وكان على جانب كبير من الإنصاف ولم يستهل حديثه معي بالتشكي بل شرعنا على الفور في الحديث عن آفاق المستقبل سؤال كيف تفسرون هذا التمازج العفوي وهي خاصية ينفرد بها المغرب الذي أدى إلى هذا التعايش بين اليهود والعرب منذ قرون عديدة جواب لم أفكر في ذلك أبدا وهذا هو الغريب في الأمر إني لم أشعر أبدا بوقوع أدنى نزاع ولم أحس في وقت ما لا باندفاع ولا بنفور وأعتبر أنه من الطبيعي ومن باب الإنصاف أن يأتي يهودي وعربي لمقابلتي ويقول كل منهما لي إننا نريد أن تسغي إلينا وتسوي خلافاتنا وبالطبع سأسغي إليهما معا وبنفس الاهتمام وازعي في ذلك هو تلمس طريق الصواب أو لنقل البحث عن دراسة الجدوى وإن كان مصطلح دراسة الجدوى اقتصاديا فيمكن تطبيقه في المجال السياسي سؤال كيف تلقيتم نبأ تولي أنور السادات السلطة في مصر؟ جواب بابتهاج لقد كان مخاطبي منذ ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين وكنت كلما أزور مصر كان يستقبلني ويرافقني في تنقلاتي ونسجت بيننا روابط صداقة خالصة لم تكن للسادات ملكة الخطابة التي كان يتميز بها جمال عبد الناصر غير أنه حينما كان يتناول الكلمة في مؤتمر من المؤتمرات كان الصمت يخيم على القاعة وينصط إليه الحضور حتى في حالة عدم استيعاب الحضور ما كان يقوله دائما وأذكر على سبيل المثال ما حدث سنة 1969 خلال انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي وهو أول اجتماع للعالم الإسلامي منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أن مشادات كلامية وقعت بين أنوار السادات وشاء إيران وكان السادات قد تطرق إلى العلاقات التي كانت تربط إيران مع إسرائيل على شكل قنسليات اقتصادية وتجارية ورد عليه الشاء الذي كان رجلا حساسا وصعب المراس بجفاء ولهجة قاسية وأدرك السادات حالا أنه دهب إلى حد بعيد فأخذ الكلمة من جديد وأثار الحديث عن أعمال والد الشاه وأعمال الشاه نفسه لصالح القضية العربية وختم تدخله مستشهدا ببيتين من الشعر الفارسي نطقهما باللغة الفارسية وحينما التقيت الشاه فيما بعد توجهت إليه بالسؤال التالي ماذا كان يا صديق العزيز يود السادات قوله في البيتين من الشعر الفارسي فكان جوابه كما يلي اسمعوا إن الأمر في غاية البساطة فإما أنا فارسي ولم أفهم لغتي أو أن ما نطق به السادات لم يكن لغة فارسية وعلى أي حال لقد تصرف السادات بلياقة حيث أن تلك المشادات العابرة والعنيفة طواها النسيان بعد خمس دقائق موسيقى